اشتركوا في القناة انه قفت أن النبي يجلس مع الله على العرش وان رسول الله رأى الله بصورة شاب واستدل بحديث كما وانه سجن بفتوى من مذاهب القضاء الأربع لانه قفت بأزالية جنس العالم مع الله عز وجل أليس هذا كفرا؟ خلينا احنا شفنا إجابة السؤال الأول ده في أول حلقة ابتدنا بيها برنامج سين وجيم النهاردة هنكمل جزء الثاني من السؤال ان رسول الإسلام رأى الله بصورة شاب واستدل بحديث خلينا نشوف الإجابة بيقول إيه ثانيا لم يقل ابن تيمية رحمها الله ان النبي رأى ربه في صورة شاب بأمرد انما ساق الحديث أرماروي في ذلك وبين انه رؤية منام والإنسان قد يرى ربه في منامه على صور مختلفة وتكون الصورة التي يراها مناسبة لحاله وإيمانه فقد يراه في صورة شاب أو في صورة شيخ مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى ليس على هذه الصورة في الحقيقة لأنه سبحانه لا يشبه أحد من خلقه والحديث ورد بألفاظ منها رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من زهب وعلى وجه فراش من زهب ومنها انه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب زي وفرة قدمه في الخضرة عليه نعلان من زهب على وجه فراش من زهب ومنها رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حل خضراء يبقى اول حاجة قال ان مش ابن تيمية اللي قال الحديث ده ولكن ابن تيمية نقل الحديث ووضح انه رؤية منام وان الانسان ممكن يشوف ربه في المنام على صور مختلفة في سورة شاب في سورة شيخ مع الاعتقاد الجزم بان الله ليس على هذه السورة في الحقيقة وخلينا نكمل بقى الاجابة ونشوف والحديث مختلف في صحته فممن صححه من الائمة احمد بن حنبل وابو يعلى الحنبلي وابو زرعاء الرازي وممن ضعفه يحيى ابن معين والنساء وابن حبان وابن حجر والسيوتي دلوقتي يبقى الحديث ده رأيت ربي في سورة شاب أمرت في علماء صححه وعلماء ضعفه طيب نكمل الاجابة ونشوف قال الشيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبس الجهمية وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين ان ذلك كان في المنام وكان وانه كان بالمدينة الا حديث عكرمة عن ابن عباس وقد جعل احمد اصلهما واحد وكذلك قال العلماء وقال ايضا في بيان تلبس الجهمية وهذا الحديث الذي امر احمد بتحديثه قد صرح فيه بانه رأى ذلك في المنام وهنا بيقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب تلبس الجهمية ان كل الاحديث دي كانت في المنام وانها كانت للرسول في المدينة الا حديث واحد لعكرمة وان الامام احمد بن حنبل قال جعل اصل الاحديث دي كلها واحد وامر بتحديثه يعني حدثه به وخلينا نكمل الاجابة وقال الزهبي في ميزان الاعتدال وهذه الرؤية رؤية ما نام وان صحت وبهذا تعلم ان من الكذب على ابن تيمية ما ينسب اليه في هذه المسألة حتى يظن الظن ان ابن تيمية شبه الله بالشاب الامراض وهنا بيقول ان الزهبي ان في كتاب اسمه ميزان الاعتدال قال ان رؤية دي رؤية منام وان صحت وإن اللي هيقول ان ابن تيمية اللي قال الحديث ده رأيت ربي في سورة شاب ده بيجذب على ابن تيمية وخلينا نكمل الاجابة وإنما هذه رؤية منام في حديث يرويه الاقامة فللوم على شرخ الاسلام في روايته قال رحمه الله فالانسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤية يعني رأيت ربي في سورة شاب بامرد ده حديث بيرويه الاقامة فما حدش يلوم ابن تيمية خالص لما يذكروا الحديث ده وخلينا نكمل الاجابة ولا يجوز ان يعتقد ان الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فان سائر ما يرى في المنام لا يجب ان يكون مماثلا ولكن لابد ان تكون الصورة التي رأى فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فان كان ايمانه واعتقاده مطابقا اتي من الصور وصمع منه كلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس وقال بعض المشايخ ازرق العبد ربه في سورة كانت تلك السورة حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما اظن عاقلا ينكر ذلك فان وجود هذا مما لا يمكن دفعه دلوقتي ايه رأيك يا مسلم انت لو صالح ممكن تشوف الله في المنام على صورة انسان او على منظر اخر وكل واحد بقى حسب ايمانه فلو حد سمعته بيحكي بيقول انا شفت ربنا في المنام ايه واحد استغرب لان رأيت ربي في صورة شاب بامرة دي موجودة عندك لان الله عندك في الاسلام ممكن يجي في صورة شاب وممكن يجي في صورة شيخ في المنام والتقي بيكم في سؤال جديد في الحلقة القادمة من سين وجيمي اشتركوا في القناة